قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث صحيح عند الإمام البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا سلاسين الحديث صحيح عند الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا صحيح الإمام البخاري يعني النبع عليه الصلاة والسلام نهنا اللي احنا نسب الأموات أفضوا إلى ما قدموا يعني رأوا أعمالهم عند الله عز وجل فإحنا لا يجز لنا اللي احنا نسبهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذع قال قلت لنافع وما القذع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه صحيح الإمام مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه صحيح الإمام أبو داود وقال حزيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدباج والشرب في أنية الزهب والفضة وقال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة صحيح الإمام البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاطين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس صحيح الإمام البخاري ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم يعني الواحد يصوم للنهار دي منه عنه صحيح الإمام البخاري وعن جابر ابن عبد الله قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراس وفي رواية البصل والتوم عشان يعني الرائحة بتاعتهم بتبقى كريهة وبتأزي الملائكة فما ظنوكم بقى بالناس اللي بتدخن واللي مش بتنظف أفواحها وبقها يعني ولا بتغسيلها ولا كلام من ده فالواحد يخلي باله عشان لا يؤزي الملائكة في المساجد والحديث صحيح عند الإمام مسلم ترجمة نانسي قنقر